يقول السائل امرأة تأتيها العادة في الأيام الأولى من رمضان لكن في رمضان الماضي استخدمت حبوبة منع الحمل من شأن تأخير الحيض وفعلا تأخر إلى اليوم الثالث عشر وظهر عليها دم لونه مثل التراب فهل يجوز لها أن تؤخر الحيض عمدا وهل الذي ظهر عليها من الدم هو حيض أم لا والجواب هذه الحبوب الواقع أثبت أنها مضرة إن لم يكن من مضارها إلا حصول الشكوك حصول الشكوك تبقى المرأة ما تدري الآن هل هي طاهر أم هي حائب تبقى متشككة كيف صيامي كيف صلاتي كيف كذا كيف كذا إن لم يكن من مضرته إلا هذا فكيف إذا كان تأخير الدم يعتبر حبسا للدم الفاسد الذي قدر الله عز وجل خروجه في هذا الوقت لصالح المرأة فهي تحبسه بهذه الحبوب وتعاطيها وهكذا لو أن إنسانا حبس بوله فإنه يضره وهذا كذلك